يعطيكم العافية يا أول سنوي أنا معلمتكم إناس اليوم رح نبلش بمقدمة في لغة البرمجة السي بلس بلس طبعا يا ميس كلكم رح تحكوا لي ما بلشت لنا عملي هاي الوحدة عملي بعرف إنها عملي بس أكيد نس رح نبلش عملي وندخل عطل نشتغل على البرنامج وإحنا مش فاهمين المصطلحات المفاهيم الرئيسية بالبرنامج مش فاهمين شو الإشي المهم والإشي اللي مش مهم مش فاهمين كيف نشغل البرنامج مش فاهمين عن شو بيحكي البرنامج ولا فاهمين شو يعني سي بلس بلس ولا شو لغة برمجة فرح أعطيكم هاي الحصة نظري والحصة الجاي إن شاء الله رح نبلش نشتغل على البرنامج طبعا يا ميس كلنا بنعرف شو يعني لغة برمجة أو كلنا هذا المصطلح مارئ علينا حاليا لإنه هلا الأغلب بعرف شو برمجة الأغلب بيشتغل على التكنولوجيا وبيشتغل على التليفونات فالكل بيعرف هلا كتير موجود عندنا لغات برمجة بس أهم لغة دائما السي بلس سي بلس رح نعرف شو يعني السي بلس سي بلس هلا شو يعني لغة برمجة هلا لغة البرمجة بتحتوي على كلمات ورموز وقواعد هاي الكلمات والرموز والقواعد بيكون بفهمها طبعا بفهمها الحاسوب بتكون مكتوبة بلغة الحاسوب أنت بدك تحفظها وتدرس هاي الكلمات والرموز عشان أنت لما بدك تشتغل على جهاز الحاسوب أو تكتب له أمر تكتب باللغة اللي بفهمها جهاز الحاسوب لازم طبعا إنك تكتبها بدقة هلا أي إشي مجرد خطأ بسيط مثلا تعمل سبيس زيادة فراغ زيادة أو تحط كومة زيادة مثلا فاصلة رح يطلع عندك إرار شوف كمية الدقة بهاي اللغات فلما بدي أشتغل على لغة البرمجة بدي أكون دقيق جدا فلغة البرمجة مجموعة من الكلمات الرموز القواعد والمحددة اللي يجب على المستخدم اتباعها بدقة لأنه طبعا إذا خلفت إشي بسيط رح يأدي إلى أخطأ رح نبلش هلا إياميس نعرف شو يعني لغة برمجة لغة البرمجة هي لغة البرمجة سي بلس بلس أكتر لغة شيوعا وموجودة عندنا هلا إن شاء الله بكرا لما تدخل الجامعة رح تعرف أول إشي بدرسوكية اللي هي سي بلس بلس دائما بلغة البرمجة الأساسية في لغات برمجة طبعا كتير بس لغة البرمجة الأساسية اللي هي لغة سي بلس بلس أكثر لغة عندنا مشهورة طبعا كان امتدادها فقط سي طوروها وصارت سي بلس بلس طوروا امتدادها وصارت سي بلس بلس طبعا تتميز هاي اللغة بإنها لغة قريبة للغة الإنسان بدك تعرف تحفظ يا مس هون التعريف بدك تعرف بشو بتتميز هلا بيئة التطوير المتكاملة الانتجريتة الديفلوبمنت انفايرومنت اللي هي انفايرومنت اختصارها IDE هاي البيئة اللي هي بتكتب فيها أوامر لغة السي بلس بلس أو التعليمات اللي بسي بلس بلس تمام بتم هاي من خلالها كتابة التعليمات البرمجية طبعا اهميتها انها تتحقق من الاخطاء عند بناء المشروع وبتختبره كمان هاي ميزاتها هلا اشهر البرمجيات الموجودة عندنا الكوديلت والكودي بلوكس والفيجوال استيديو بدك تحفظ لي من اشهر البرمجيات اللي هو الكودي بلوكس اشهر البرمجيات اللي انت ممكن تشتغل السي بلس بلس عليها الكودي بلوكس والفيجوال استيديو رح نتعرف على احنا الكودي بلوكس اللي هو برنامج مجاني حجمه مناسب احنا رح نشتغل عليه ونشوف كيف بيشتغل هلا رح نبلش يا ميز بكيف نشغل الكودي بلوكس هلا طبعا اي برنامج على جهاز الحاسوب طريقة تشغيله واحدة احنا بصف سابع لحد الصف اول ثانوي واحنا بنشغل كل برامج الحاسوب واجهزة الحاسوب بنشغلها بنفس الطريقة بنروح على زر ابدأ اللي هو start بنختار all program جميع البرامج وبنختار برمجية الكودي بلوكس لما بكبس على برمجية الكودي بلوكس بيظهر عندي هاد الشكل الموجود عندي شكل البرمجية او الشاشة الرئيسية للبرمجية لاحظ يا اول ثانوي انه في عندي تحت مكتوب اصدار رقم 13.12 ليش هاد الاصدار اللوغو يعني التحديث او الاصدار اللي انت بتشتغل عليه بهاد البرنامج فيه طبعا اصدارات بتكون اجداد بس هاد الاصدار اللي احنا رح نشتغل عليه هلا طبعا بعد ما فتحنا البرنامج وشفنا الشاشة الرئيسية اكيد فيه مكونات للشاشة الرئيسية ومكونات الشاشة الرئيسية اول ثانوي موجودة كمان بكل برنامج حاسوب بشتغلنا عليه الورد اكسل نفس المكونات اللي هي التايتل بار شريط العنوان شريط العنوان دائما بيضم اسم البرمجية العناصر اللي بتتحكم بالنافذة التصغير التكبير الاغلاق نرجع لورا ونشوف فم تمام هلا شوف يا ميس هايو زر الاغلاق عندي هون زر التكبير عندي هون زر التصغير هون عندي اسم البرمجية هاي بدأ اعلم لك عليه بالاصفر هون بيكون موجود عندي اسم البرمجية تاني مكون من المكونات اللي هي المنيو بار شريط اللوائه بيحتوي على لوائه لما بنقر انا على هاي اللائحة بيظهر لي عدة اوامر لما انت بتختار الامر بيقدي الوظيفة المعينة اللي انت بدك اياها شوف يا ميس هاي هون في عندي طبعا هون مش واضح كتير file edit view اه وغيرهم طبعا انا لما بكبس على file فرضا هاي امر كبست على file تظهر لي عندي لائحة هاي اللائحة بنزل منها مجموعة من الاوامر مثل اللي هو save save as brand تمام فأنا لما بكبس فرضا على brand الامر بيعمل لي الوظيفة بيطبع لي طبعا هلا في عندي اشريطة الادوات tools bar اللي هي بتحتوي على مجموعة من الادوات كل اداة بتقدي وظيفة معينة من اهمها في عندي بشريط الادوات اللي هو شريط اسمه compiler بدك تركز عليه انه من ضمن شريط الادوات اللي في tools bar في عندي شريط اسمه compilers الكمبيلر هايو هاد الشريط يامس هايو عندي هون هاد الكمبيلر هلا شوف بالكمبيلر عفوا بالكمبيلر لما بكبس هون هاي الاداة هاي الاداة بتعمل لي ايش على تشغيل البرنامج يعني انا كتبت الاوامر جوا البرنامج كتبتها هون انا بكتب الاوامر هون هاي البيئة المتكامل حكيت عنها الide هون لما انا بكتبهم بكبس على السهم اللي انا فرجتك اياه اللي هو هاد فبيشغلي هاي الاوامر وبيطلعلي النتيجة طبعا هون اكس كل منعرف لشو طبعا الديباج هاد يامس الديباج عندي اذا كان في عندي ارور بالبرنامج فهو بيظهر لك وين هاد الديباج بيشتغل بيظهر لك وين في عندي خطأ بالبرنامج مشان يصلحه هلا في عندي ادارة ملفات المشروع project file management اللي هو بتقوم بعرض الملفات اللي بتتعلق بالبرنامج اللي انت بتشتغل عليه وبتخليك في عندك سهولة بالتنقل بينهم اذا كان في اكثر من ملف يعني انا في عندي اكثر من ملف انا شغال عليه بيخلين الproject file management اني انا اتنقل ايش فيهم بكل سهولة يعني نشوف اربعة هاي هون عفوا يا مس كبر هون دقيقة بس خلينا نرجع نكبر شايف عندي هون يا مس الproject file management لو ادارة ملفات المشروع في عندي هون تلات تلات ملفات انا بفتحهم بكون فاتح اكثر من ملف هاي هون بتسهل علي اني انتقل من ملف لملف تمام هلا عندي في حيز العمل اللي هو الwork area المكان اللي بتظهر فيه اوامر البرنامج جمله واثناء كتابته او بعد بتسترجعه اللي انا حكتلك عنها هاي اللي بكتب فيها الاوامر البيئة اللي بكتب فيها الاوامر اللي هون بتبلش عندي بكتابة الاوامر هاي الwork area تمام هلا في عندي منطقة الاعلام اللي هي notification area هي منطقة تعرض اليك الاخطاء اللي وقعت فيها لما انا كتبت البرنامج اكيد لما انا بكتب البرنامج رح يكون في عندي ارار كتير اخطاء فهاي منطقة الاعلام بتخلي الاخطاء تظهر عندك انت بشو غلطت مشان انت تقدر اتصححها نرجح هون نشوف وين ال notification area هاي ها هون رح يظهر عندي كل الاخطاء اللي انا اخطئتهم مشان انا قدر اعدل عليهم تمام هلا ما نبدأ بمشروع طبعا هادي رح نرجع نعمله اكيد عملي على البرنامج بس انا بدي افهمك شو المصطلحات نبدأ بالمشروع اول اشي رح نختار الامر يعني جديد من ملاف رح نختار مشروع اذا رح اختار امر نيو من لاقحة فايل بختار ابروجيكت دي تذكر الفايل اللي حكيت لك عنها قبل شوي هون نرجع عليها شايف هون هاي من هون فايل بختار بتطلع للقائمة بختار نيو بختار منها ابروجيكت هاي اللي حكيت لك كل الاوامر رح تلاقيها موجودة هون هلا بعد ما اعمل هاي نيو فايل بروجيكت عفوا فايل هي بعدين نيو بعدين بروجيكت بتظهر لك عندنا الشاشة الموجودة امامي هاي شايف الشاشة يا ميس هاي رح تظهر عندك بعد ما انا اعمل اول خطوة رح تختار انت منها كونسول ابليكيشن اذا شو رح اختار رح اختار كونسول ابليكيشن تمام هايو بختاره منها لما انا طبعا رح تحفظه بالانجليزي مش كل اللي انا حكاته بالانجليزي رح تحفظه طبعا لا بس رح نحفظ هاي كونسول ابليكيشن هلا لما انا بعمل كونسول ابليكيشن لما بختار زر كونسول ابليكيشن في عندي هون كلمة اسمها جو هايها هون جو بضغط على جو عشان ابدا بايش بالمشروع الجديد اللي انا بدي لما انا بكبس جو رح تظهر لي عندي نافذة هاي النافذة هلا رح شوف عندي انا قرط على جو عشان يبدأ بمشروع جديد ظهرت لها النافذة حسا لما بتظهر هاي النافذة اما بدي اختار بين اللغتين ياسي ياسي بلاس بلاس تذكر لما انا باول الدرس حكتلك رح يكون عندي كانت بالاول C وطوروا امتدادها لC بلاس بلاس اذا احنا عشو بنشتغل بنشتغل على C بلاس بلاس بنقر على C بلاس بلاس وبعمل شو بعمل نيكست حلا لما نقرت على نيكست في عندي هون يا ميس رح تظهر لي هاي الشاشة تمام هاي الشاشة رح يكون في عندي project title اللي هو انت شو اسم البرنامج اللي بدك بتسمي باي اسم انت بدك يا احمد محمد علي اي اشي بدك انت تسمي بتسمي project title هلا الفولدر الفولدر to create project n وين انت بدك تخزن دك تخزن عدي عسي براحتك وين ما بدك تخزن بتخزن تمام لما انا بعمل هاي الاشياء بكبس next بعد next رح يظهر لي عندي نافذة جديدة اللي هي هاي طبعا بتظهر عندي نافذة بتعمل finish فبتظهر لك الشاشة الرئيسية اللي هي code block اللي انا بدي اشتغل عليها لما اجيب لك بالامتحان تكتب code blocks يعني كلمة code blocks بدك تنتبه كتير منيح بكتابة البرمجية انه في عندك اربع نقاط هدول الاربع نقاط اذا انت ما كتبتهم لما كتبت اللي البرمجية رح اعتبر انك انت كتبت خطأ يعني ما رح احسب لك العلامة تمام وقد طبعا انشأ طبعا انشأ لي البرنامج ب first program تمام اسمه first program سموهم انت زي ما قلت لك بتقدري تسمي البدك اي اسم البدك ايا تمام رح تظهر لي عندي هاي شاشة البرنامج طبعا يا مس عندي هون هدول بكونوا موجودات اساسيات بالبرنامج اول ما ينزل يعني اول ما يفتح عندك البرنامج هدول من لغة البرنامج اصلا تعال نقرأهم ونشوف شو هم اللي هو هون بدري يتبع لك كلمة هالو وارد شوف شو حط لك كيف صيغة هاي طبعا بلغة الحاسوب بلغة البرمجة هلا عندي في نافذة ادارة ملفات المشروع رح نلاحظ ظهور مجلد خاص بالمشروع اسمه sources هاد السورس بضم جميع ملفات المشروع طبعا هاي شايف هاي عندي هون sources تحتي في main dot a p هاد بضم كل ملفات المشروع اللي انا رح اشتغل عليها طبعا لما ابلش اشتغل رح تظهر لي عندي كثير ملفات مشاريع هو ملف رئيسي المين dot c p p ملف رئيسي عند النقر علي بظهر لي طبعا لما انا بنقر عليه بظهر بحيز العمال اللي هو بلغة برمجة c plus جملة hello word طبعا اللي انا حكيت لك هون هاي بلغة البرمجة لما انت هاي تقدر تحفظها طبعا اكيد بدلك تحفظها يعني انا ما احكي لك اعطيني جملة بتطبع كلمة hello word رح تعمل count وتفتح لي هادول تحط double quotation هادول بنحكي لهان اللي جم بعض هيك و quotation فرح تظهر لي عندي جملة hello word بشاشة الطبع طبعا هادا رح نعرف بالعمل اكتر اكيد طب الهيكل العام لأي برنامج بلغة c++ في هيكل اساسي بكون في مقدمة البرنامج بمقدمة البرنامج في عندي اشي بسمي وظيفة استدعاء مكتبة ال i o stream تمام اللي هو في عندي input خاصة بجمل الادخال output stream خاصة بجمل الاخراج تمام هادوهول بكونوا موجودين عندي بلغة البرمجة هلا البرنامج البرنامج يامس بتضمن عندي الانتجار مين هي دالة رئيسية مكونة لجميع برنامج لغة c++ طبعا هي اهم دالة في البرنامج واساس البرنامج تمام الانتجار مين طلع هاي هاي يامس يعني انا لما بدي اكتب اي برنامج فيو برمجة اي برنامج بلغة c++ راح تكتب اول اشي الانتجار مين وبعدين القصن يعني هي دالة رئيسية ما ما فيك تيجي تحكيلي هاي لشو وانا مش فاهمها وهي ليش هاي ما في خلاص تحفطها قاعدة بمخة اي اي اشي بدي اكتب بلغة c++ راح يكون في عدي انتجار مين اول وبيكون انتجار مين هاي دالة رئيسية هلأ طلع يا مس هاد القص عندي بحكيلو رمز البداية هاد رمز البداية يعني انا لما بدي ابلش عفكرة موجود عندي كمان هناك انا لما بدي ابلش بالبداية لازم احط تعرف اذا انت ما حطيتو كتبت كل شي بالدكية كل راح يطلع عندك ارور الا لما انت اضيف هاد بيطلع عندك صح بعدين بكتب اوامر c++ دك تعرف انها بتكتب بحروف صغيرة متل هون طالح هاي كاونت هاد امر عندو بدي يطبع علي جملة هالو واد كاونت اند وان هاد امر انو بنكتب بحروف صغيرة كل جملة من جمل c++ بتنتهي بايش بفاصلة منقوطة يعني طلع هون السطر نهيت بفاصلة منقوطة هون السطر نهيت بفاصلة منقوطة هلا return zero بدي اعلن نهاية البرنامج انا لسه ما نهيت البرنامج انا متل اللي بحكيلو استعد بدي انهي البرنامج كيف لما يكون عندي اشارة حمرة وخضرة وصفرة و لما انا بدي اجي لسه بدأ تفتح الاشارة بدو الضو هون نفس الاشي return zero يعني انا اعلنت اني انا خلاص بدي انهي البرنامج كيف بنهي البرنامج بسكره برمز النهاية اللي موجود عندي هاد في حال انك تركت هاد او تركت هاد رح يعطيك error على كل البرنامج فيما لو ما حطيت هون الفاصل المنقوط error لانه تذكر باول الدرس حكيت لك اي اشي امام ما بحطه لغة دقيقة كتير اي اشي انا بنساء او امر كل error تمام فهون عندي رح يطبع لي جملة hello word هاي جملة طباعة ورح افرجيكم اياها ان شاء الله بالعمل بناء تنفيذ البرنامج بناء البرنامج bold هي عملية عشان اتأكد من سلامة البرنامج من الاخطاء لما انا بنقر على هذا الرمز هذا الرمز موجود عندي بالcompiler اذا بتتذكر هو امر bold بختار على او بإمكاني اختصر اني اروح الكمبيلر واروح على البالد واختار من اللائح الامر بإمكاني اختصر كل هاي الطريقة وعلى الكيبورد اكبس cultural f9 بشغلي البرنامج هاي بس تخدمها عشان اتأكد البرنامج فيو اخطاء ولا ما فيو اخطاء هلا هاد تتذكر قبل شوي لما انا بالكمبيلر قلتلك عنه هاد بشغلي البرنامج هلا اتأكدت انه ما فيو اخطاء يعني اول اشي لازم انقر على build مش build عفوان يامس لازم انقر على build بعدين اروح على زر التنفيذ اللي هو الريان عشان احصل على النتائج خلص اتكدت بروح على زر التنفيذ من شريط الادوات برضو الكمبيلر هالي اتنين موجودين اختار امر من خلال cultural F10 تمام اذا build cultural F9 run cultural F10 تظهر لي طبعا النتيجة على شاشة المخرجات اللي هو main dot cpb هو الملف الاساسي الموجود عندي بالبرنامج هو اللي بنفذ لي كل اللي رح يطلع على شاشة المخرجات فعندي هاي شايف طبع لي جملة hello world الاساسا انا عملت كل البرنامج مشان تطبع لي جملة hello world on عندي وصلنا لأسئلتي الفصل بتمنى انكم تكونوا يا مس فهمتوا واستفدتوا اه طبعا بتمنى انكم تحلوا أسئلتي الفصل ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة